بسم الله والسلام على رسول الله اللهم نسألك علم النافع وعمل المتقبض درس اليوم يكون درس خفيف مثل نصمم هذا الجلالي مثل نصمم هذه القطعة من الجلالي أو هذا الخاتم التصميم المودلينج سيكون طبعا كله في بلندر ونضيف طبعا المتيريال المتيريال البصيدة إن شاء الله وهي نضيف متيريال الجيم طيب ممكن طبعا الأبعاد نقول مثلا وليكن إن الكتر 20 سنطي فده الريفرنس فممكن نقول هنا إن الكتر هيكون 0.01 لأن عندنا الديامتر 20 ميلي فإذا الكتر هيكون 0.01 ممكن طبعا نعدل من هنا أبعاد من هولونيتس هنعدل الأبعاد هتكون وليكن لينس خاصة بلايت والكاميرا الخاصة بالرينج فإذا ممكن هاتف أبعاد نقطة وضغط وضغط هذا الجزء فقط فنصغر الدايرة عن طريق وعطر وعطر الماوس ونقل الدايرة وطبعا هنا فوق بيظهر عندي الديامتر أو الكتر ممكن بهذا الشكل ممكن نضيف هكذا نضغط على صفير ونأتي في الواي ونأتي في الواي بالملاي بحيث ممكن لنحذر لعدى ذو أشكل بعد كده ثم الثامن واعطنا صف أرام وإستعة في الكواتر العجرة فنخلل لسيكنس وليكن نقل لسيكنس 2 مليمتر او 1.5 ولياكن لو شفنا الابعاد لين نلاقي 20 في 20 ده كلام سليم يكس وي ز كلام سليم وهنا في الواي 10 مليمتر طيب بعد كده ممكن نقل لين ده كده وان مليمتر بعد كده هنضيف هنا اه ممكن نبغي هنا نضيف عفوا نضيف الميرور ممكن نضيف الميرور بعد كذلك ولكن ممكن نضيف هنا وليكن ون. بقى كده نضيف يكون ده كده برا عن كيرف من قائمة الكيرف هنقول ان في عندي جيومتريا برا عن بيفل وليكن وان مليمتر وان مليمتر او بوينت تو يعني ممكن نقول بوينت فور بوينت سري ما كذا اه بعد كده هنضيف هنا سابدينون سيرفس وشيد يكون اسموز انضيف الميرور يكون في اتجاه الوي بعد ذلك في عندنا هنا في عندنا هنا كده الجيم او القوهر يعني اه فا ممكن نختار فيرتكس من اول زي اه بعد كده هنحرك ده في اتجاه الوي اه بعد كده هنحرك ده في اتجاه الوي الجيم او يكون اسموز كده هكذا او لاي للميرور في اتجاه الوي الميرور يكون على هذا الشكل فممكن نقول هكذا بعد ذلك ممكن نقول ان دلوقتي نحاول ده الى كيرف بعد ذلك في البيفل وليكن 0.1 0.25 وليكن 0.4 0.2 طيب هنا في الـ وليكن هنا subdivide وهنا subdivide ممكن نعمل سلايد لهذا الجزء هنا subdivide وهنا ايضا subdivide scale هكذا وهنا scale هكذا بالنسبة للمدارة بالنسبة للمدارة بالنسبة للمجاة الـ الـ الرئيسي ايضا القصة هي شاد سموث ممكن اضع . طيب في بعد كده الشكل اللي هو هكذا طيب اول شي ممكن يضيف هنا ممكن يضيف لوب كاتس هكذا زي كده وشفت دي سيبرت باي سيليكشن اللوب كاتس هنحرك هذا الجزء باتجاه الواي وحين كده مثلا جي في الواي حين وليكن جي في الواي نلغي الكلبنج نجي في الواي الكلبنج وليكن بوينت او او ون لان الابعاد بالملي والعواد صغيرة فوين ميليمتر فطبعا مسافة هنا لو اقل من وين ميليمتر او اقل فبيحصل دمج او ايضا جي في الواي وحين ايضا جي في الواي. وهنا ايضا جي في الواي. هكذا. هكذا. بمعنى جزء مريب من هذا الشكل. ممكننا كنترول دابيو نجي في الواي. ايضا جي في الواي. طيب. هنلغي السولدفاي. عفوا. بعد كده هنضيف سب ديفيجان سيرفس. ممكن نقول وان. وممكن نضيف سب ديفيجان سيرفس بعد ذلك هنضيف الميرور. وبعد ذلك هنقول دا كده عبارة عن كيرو. في البيفل بونت والي اكون سري. ونضيف سب ديفيجان سيرفس هكذا. سب ديفيجان سب ديفيجان سب ديفيجان سيرفس. هنا سري. هنا شهيد سموس. طيب اه يعني ده كلام سليم ولكن هنقل بس المسافة في هذه النقطة. نقلل. 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 نقلل في الواي. طبعا في بيحصل فيه في البيو فبنقلل هنا المسافة. ممكن نختار نقطة دي ونحركها في الواي هكذا. دا كده بالنسبة لي نفس الكلام هنا. نفس الكلام. طيب. دا كده الشكل العام. هندوف هنا بعد كده. سب ديفيجان سيرفس. وينقلل دا سري وليكن. طيب. هذا الجزء. هنعمل سكيل. بناء على السري دي كرسر. سكيل شيفت وي. هس يكون في السنتر هكذا. وهنزود هنا التخانة وليكن بوينت فايف. يعني دا معقول. وليكن بوينت فور فايف. دا المطلوب. بعد كده عندنا الجيم. طيب. هيكون فيه عندنا الكرسر بهذا الشكل وفيه هنضيف. في الادونز فيه حاجة اسمها جيولير كرافت. دي ادون مكانية. فيه العديد من المجاورات. هات جيم. الشكل اللي عندنا يعني قريب من هذا الشكل. فا هنضيف هذا الشكل. اوكي. لابعد طبعا السيز بيكون هكذا. فبنقل الابعاد وليكن خمستاشر ميلي. ممكن بعد كده نعمل نروتات في اتجاه الواي ونعمل سكيل هكذا. ممكن طبعا بعد كده ان هنا نحرك الجيم هكذا. ممكن نحرك الجيم بهذا الشكل. نعمل نعمل سكيل. نعمل سكيل هكذا. لابعد كده. جي في الزي. طيب الخطوط هذه ممكن نعمل جوين. 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 يعني معقول ولكن ما زال زي الأجزاء ممكن نحركها في تجازد. ده دلوقتي كده خلصنا المودلينج هنبدأ هنبدأ مرحلة هنبدأ مرحلة اضافة الماتيريالز والخمات. اول شيء بالنسبة لي الجيم فهنا ممكن طبعا هو بيكون في ماتيريالز اوتوماتيك ممكن نستخدمها داياموند ولكن لو بحسنا عن داياموند هنا خلي نشوف ايه داياموند خلي نشوف ايه الماتيريالز اللي عندنا. ففي بعض الماتيريالز زي كده. ممكن نجرب نضيف اول شيء داياموند. بعد كده في الجولد. فممكن نستخدم الجولد بهذا الشكل او نستخدم هذا الجولد. اه بعد كده في الستون او متل وستون. فخلا نشوف او نستخدم متل او ستون. طيب اه ممكن نضيف. انا شايف نقدر قريب من. ده كده المتل. بعد كده في الجولد. بعد كده في الجيم. طيب اضافة اللياتس للمشهد. طبعا عندي هتكون شي دي سموس. وفي عندنا جولد. طيب اضافة اللياتس للمشهد ما فيش اسهل من اضافة اللياتس للمشهد. طبعا عندي جولد في عندنا جولد وهنا جولد تو خلا نضيف تايكون جولد ون. طيب اه ممكن نغير المحترز بعد كده ولكن دع شي موقت هنضيف هنا دلوقتي. نختار كل الوبجيكتس. نختار كل الوبجيكتس ونختار الامبتي كونترول بي سيت بيران توجيك بحيس نقدر. نحرك الخاتم بهذا الشكل. طيب كلها مسليم. طيب اول شيء انضيف مش بلين. البلين عادة في الجاري هيكون في دا كده مثلا ولكن هيكون بلاك. وهيكون الماتيريال هنا تمام. رافنس بوينت وو. ولكن فايف. وفي كلير كوت. من نسبة لي. الماتيريال. اعفا الاضاءة. نضيف هنا الريلايت مبدئيا. الباور ولكن هيكون خمسين. والردياس ولكن خمسين. مش محتاجين اضاءة عالية. هكذا. ممكن نضيف هنا بوينت لايت. بضاءة خمسين ايضا. هكذا. هنعمل دوبليكات. وده هيكون الفي اللايت. واليكون خمسة واط. والصيز هكذا. خلا نضيف كل هزي لايتس في الكاميرا كوليكشن. ونضيف هنا كاميرا. بالنسبة لي هذا الجزء. الكاميرا هيكون مية او مية وخمسة لان دا مكرو شوت. والفيو هيكون كاميرا تفيو. وبعد كان نعمل زوم. هكذا. هنقل هنا الكليب ستارت. والميليميتر. هدا كده بالنسبة لي. المشهد الجضافي اكتر من لازم. فنضيف في الاريا. هنضيف نقول ان دا كده يكون عشرة. او خمسة. الاريا التانية يكون واحد. المشهد. هنا. دا كده بالنسبة لي. هدا كده يكون بهذا الشكل. هدا كده يكون بهذا الشكل. ها ممكن المثل. ها ممكن المثل. ها ممكن نقلل شوية الكالر. فانيق هنا في الكالر. ها ممكن نقول برايتنس. وهي نقل شوية البرايتنس. ممكن أيضاً في الجيم البيس كالر هيكون قرب من البيربل يعني ممكن أيضاً في الجيم البيس كالريندر بالنسبة للسامجن وليكن ايكون 900 ونقوم بعمل رندر طبعاً كحورة الاختيار تعمل كروم أو سيلفر أو غولد نعمل رندر